بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدين ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخيري رحمه الله تحت كتاب النكاح وكنا آخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدودها وقول الإمام البخيري رحمه الله باب ضرب الدف في النكاح والوليمة قال باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ثم ذكر رواية عن خالد ابن ذكوان رحمه الله قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعل جويرات لنا يضربنا بالضف ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحدهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ترجم الإمام البخيري رحمه الله هذه الترجمة في مسألة ضرب الدف في النكاح والوليمة وهذا من الله المباح وهذا من الله المباح في ضرب الدف سواء كان في النكاح أو في الوليمة وليمة العرص أو في بعد البناء كهذه الحالة كما قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل حين بني عليه صباح يعني الدخول أو صباح البناء فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعل جويرات لنا يضربنا بالدف ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر ده كل من الله المباح هذا كل من الله المباح قالت إحدهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها دعي هذه دعي هذه يبقى حماية دايما التوحيد يعني حماية التوحيد وطبعا مر علينا قبل ذلك عند موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم والشمس لما كذبت قال البعض أن الشمس كذبت لموت إبراهيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع هذا الأمر يفوت هكذا حتى وقب وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان من موت أحد ولا لحياتي إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى وما نرسل الآيات إلا تخويفة ونرسل الآيات إلا تخويفة ويصح أمر العقيدة قلنا مهما كان عظم ذلك الأمر الذي ألم به صلى الله عليه وسلم ولكن يقف لأنها الدعوة أساسا إلى التوحيد الدعوة دعوة جميع الأنبياء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطهوة هذه دعوة الرسل ما من رسول بعثاه ربنا سبحانه وتعالى في قومي إلا ونادى يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره وبالتالي مسألة التوحيد هذه من المسائل الهمة هذه من المسائل الهمة يعني لا يفوت أمثال هذه الكلمات دعي هذا ومعنا نبي وفينا نبي لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم عواقب الأمور إلا رب سبحانه وتعالى إلا هذه الأمور الغيبية التي أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فبيلنا ذلك ببيان الله سبحانه وتعالى يبقى هذه أمور غيبية كهذه الأمور التي تحدث من بعد صلى الله عليه وسلم كأشرات الساعة كالعلمات سواء الكبرى أو الصغرى التي حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأمور التي تحدث من بعد يبقى لما تكلف هذه المسألة هي المسألة الغيبية ولكن فقل إنما الغيب لله فده ما تكلم فيه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقول تعالى وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقول جل ذكره أو تفرد لهن فريضا وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج مرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شاشرة العرص فسأله فقال إني تزوجت مرأة على وزن نواة وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج مرأة على وزن نواة من أذهب كلم على مسألة الصداق مسألة المهر فقال في قول الله تعالى وَيَاتُ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةِ يبا دا المهر والمهر لا يتقدر أقل ولكن يقع على كل ما يسمى مالا يبا المهر يطرى إيه أدنى المهر هل في حد كده ذكره الشارع يبا لا يجوز أن ينزل المهر عن هذا المقدار لا ترك الأمر كده لم يضع حدا لا لأقل ولا لأكثر لا لأقل ولا لأكثر والمهر دا تستحق دايما المرأة المهر تستحق المرأة وَيَاتُ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةِ يبا الصداق وده يقتص بالمرأة وكسرت المهر وأدنى ما يجوز من الصداق يبا يطرى هل فيه سقف معين لأكثر المهر لا طب يطرى فيه حد أدنى لا يجوز أن ينزل عنه المهر لا لم يحدد الشارع لا حد أدنى ولا حد أقصى ولكن على ذلك ما أقل المهر يبا لا يتقدر أقله إلا على مال أو على شيء يسمى مالا بين الناس وكذلك أكثر المهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وَأَتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءًا ده مهر كثير هذا مهر ترى ما تم الاتفاق على ذلك المهر يبا على أقل ما يسمى مهرا يبا ده على مال يبا لا يصلح إلا أن يكون على مال سواء مال عيني أو غير ذلك سواء مال عيني أو غير ذلك وممكن يكون منفعة كمساءة الكلام على مساءة القرآن أو تفرده لهن فريضة ما هو مقدار الفريضة لم يحدد الشارع يبا الفريضة تقدر حسب الاتفاق بين الطرفين يبا هذا أقل ما يسمى مالا وأكثره أيضا يبا المسألة ليس لها حد نقف عنده ولكن حسب الاتفاق وقال سهل رضي العنو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد الخاتم من حديد ده له قيمة قليلة له قيمة قليلة ومع ذلك قال التمث ولو خاتم من حديد يبا هذه قيمة قليلة هذه قيمة قليلة ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي راضي أن تزوج المرأة قال التمث ولو خاتم من حديد ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواتم على وزن نواتم من ذهب قال بتقدر بخمسة دراهم يعني دي بتقدر بخمسة دراهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس بشاشة العرس رأى عليه أثر صفرة فلما سأله ما هي يعني إيه الحال إيه التغير فقال نهو تزوج امرأة من الأنصار قال على كم كان المار قال على وزن نواتم من ذهب وزن نواتم من ذهب يعني ما تقدر بخمسة دراهم فقال في ذهب فقال تزوج امرأة على وزن نواتم أيضا في رواية عن أنصار رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواتم من ذهب يعني وزن نواتم من ذهب أي ما يقدر بخمسة دراهم ثم ذكر باب التزويج على القرآن وبغير صداق قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق ذكر رواية عن سيد بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت لرسول الله إنها قد وابت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم أجيبها شيئا ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وابت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم أجيبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وابت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال ذا فطل ولو ختم من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولو ختم من حديد فقال هل معك من القرآن شيء قال معي صورة كذا وصورة كذا قال ذا فقط أنكحتكها بما معك من القرآن فقال باب التزويج على القرآن وبغير صداق أي بغير صداق مالي عيني يعني حيزوجها على القرآن هل بما يحفظ فقط ولا مقابل أن يعلم المرأة بعض الآيات في روايات حتى يعلم المرأة صورة من المفصل أو يعلم مرأة عشرين آية يبقى حيحفظها يبقى كأنها كده يبقى تحفيظ المرأة وكأنه مقابل أدرى يبقى هذه الأدرى بمثابة المرأة الذي دفعه لتلك المرأة يبقى بغير صداق أي بغير صداق مالي عيني عطاش حاجة كده عينية لها قيمة زي الخاتم من حديد ما عندوش حتى الخاتم من حديد فزواجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن بحفظ هذه الصور وفي بعض روايات أن يعلم المرأة صورة من المفصل يبقى لما يجي علم المرأة يبقى هذا التعليم مقابل يكون أجرى طب فين الأجرى حتعد وكأنها بمثابة المرأة الذي دفعه لهذه المرأة يعني بمعنى كده أنه ممكن يكون منفعة يمكن يكون منفعة لأن منفعة لها تقدير وليها تقويم يبقى لها تقدير وليها تقويم يبقى ده هيعد بمثابة الصداق يبقى كأن المرأة كده طلبت منه أن يؤدي لها عملا معينا يبقى منفعة العمل ده قيمة زي ما أنت تأتي بإنسان يقدم لك منفعة مقابل المنفعة دي يبقى نحن ندفع له أجرى ندفع له أجرى يبقى لما بتجيب أي إنسان صاحب مهنة أو حرفة وبالتالي على ذلك يؤدي لك عن طريق هذه الحرفة والمهنة يبقى مقابل تعويض مدي بتدفعه إلى ذلك الرجل ده مقابل المنفعة يبقى منفعة لها قيمة منفعة لها قيمة زي ما بيأجر مكان مقابل أجرى بيتفحها طب الأجرى دي مقابل المنفعة أن ينتفع بهذا المكان في هذه الفطرة المحددة يبقى لا يحمل معه شيئا لا يحمل معه شيئا من المكان ولكن إبقى ده مقابل منفعة أن ينتفع بذلك المكان لمدة معينة مقابل تعويض مالي إبقى ده مقابل المنفعة منفعة لا تقويم فكذلك التزويع القرى بغير صداق أي بغير صداق مالي عيني مجرد حاجة عينية موجودة كالختم من حديد وليس ختم من حديد سيعلم المرأة الصورة فيقول سال بن سعد رضي الله عنه أني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت رسول الله إنها وقد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك يعني شوف هل له حاجة في هذه المرأة أم لا فلم يجبها شيئا لم يرد عليها صمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامت مرة الثانية فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا أيضا ظل صمتا صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها قولا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك فقام رجل فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها شيئا ظل صمتا في كل مرة بتقوم المرأة وتبين أنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة منها في النبي صلى الله عليه وسلم فهل يترى في المقابل أن له فيها حاجة يعني أن تكون زوجة له فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصوب البصر وعلى ذلك ثم تقطع رأسه وبالتالي كان السكوت ده والصن علم أنه لم يردها يبقى عرفنا فهمنا كده يبقى فهمنا من الموقف ذاته يبقى الموقف ذاته يحكي أنه لم يكن له حاجة في هذه المرأة وده اللي ظهر لذلك قام رجل وقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة يبقى الموقف والمشهة كده يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على المرأة قولا وصمت صلى الله عليه وسلم يبدأ لأنه لم يكن له رغبة في المرأة والمرأة لما رأت ذلك مكثت في المكان جلست حتى قام ذلك الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكحنيها يعني هو يتقدم للزواج منها قال هل عندك من شيء وكأن المرأة فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختار لها من يستحق أن يرتبط بها فلما قام الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء يعني يصلح أن يقدم كمهر وصداق لهذه المرأة قال لا قال أذا فاطلب ولو خاتم من حديد اطلب أي شيء عشان يقدم لها كمهر فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد الرجل معصر تماما يعني يعني ليس عنده حتى خاتم من حديد ده قيمة قليلة جدا لكن ليس عنده ذلك الأمر وأنه بالتالي لو كان معصرا يبين هذا الحل المرأة والمرأة لها هي صاحبة الاختيار كانت لها رغبة في ذلك الرجل لدينه ولخلقه الطيب والاستقامته فلها ذلك الأمر وعندها تتحمل تتحمل شظف العيش تتحمل شظف تلما أنها كانت تتحمل يعني تلما أنها تتحمل يبه هو حالة إعصار لكن هل يترى يتزوج المعصر يتزوج مع بياد ذلك الحال المرأة التي تقدم لها فبين أمرين إما أنها ترغب وإما أنها ترغب فالأمر يتوقف على رضا هذه المرأة رضا هذه المرأة تقول تتحمل مع حسن خلق ذلك الإنسان ومع أيضا استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى مع وجود ثناء الناس على هذا الإنسان قالت أتحمل وكان ذلك راجل يأخذ بيدها إلى الجنة ستتحمل شظف العيش فطرة زمنية في مقابل أن تعيش من أجل للوصول إلى الجنة والفرار من النيران فقال هل معك من القرآن شيء هذا نهاية الكلام قال معي صورة كذا وصورة كذا ظل يعددها يعدد الصور هو يحفظ عن ظهر قلب قال هذا فقط أنكحتكها بما معك من القرآن وده فيه بيان فضل القرآن وفضل حامل القرآن يعني فضل القرآن وفضل حامل القرآن تزوج ليس عنده شيء إلا ما يحفظ في صدري عن ظهر قلب كما بيانت إرواد وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم التزوج على القرآن التزوج على الإسلام كما مر علينا في التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله ثم ذكر الباب باب المهر بالعروض وخاتم من حديد باب المهر بالعروض وخاتم من حديد قال في رواية السلام يساعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تزوج ولو بخاتم من حديد قال لو تزوج ولو بخاتم من حديد يبقى المهر بالعروض وخاتم من حديد خاتم من حديد ده لقيمة حتى لو كانت قيمة قليلة قيمة مالية يبقى الشيء المالي هو إما أن يكون مال أو شيء يتمول يعني الشيء له قيمة مالية فقال المهر بالعروض يبقى لما تقدم أمهر هذه المرأة يبقى أي شيء من العروض مثلا كده كقطعة من القماش أو غير ذلك من قطعة من القماش دي تعتبر مال شيء يتمول ليقيمة يعني يبقى العروض يبقى ليس المال ليس مال يعني كنقود ولكن هو شيء يتمول شيء له قيمة يبقى كده أمهرها سيارة سيارة دي من العروض أمهرها مثلا مكانا أو غير ذلك يبقى دي كلها من العروض شيء تتمول فقال المهر إما من الشرط يدفع مال كده يبقى نقول بهذه النقود ولكن شيء يتمول لو قاتل من حديد أو غير ذلك يبقى جابه منه أن المهر بالعروض يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس التمس ولو ختم من حديد يبقى دي قيمة قليلة بس شيء متمول شيء ليه قيمة ليه قيمة فكذلك أيضا جاهز أن يكون هذا المهر بالعروض ثم ذكر باب الشروط في النكاح والباب التالي باب الشروط التي لا تحل في النكاح قال باب الشروط في النكاح وقال عمر رضي العنو مقاتل الحقوق عند الشروط وقال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن قال حدثني فصدقني وعادني فوفاني أيضا في رواية عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما أوفيت من الشروط أن توفوا بما ما استحللتم به الفروط قال حق ما أوفيت من الشروط أن توفوا بما استحللتم من الفروط الشروط في النكاح الشروط في النكاح يبقى الشروط في النكاح بس أي شرط باطل يبقى شرط مرضون يبقى الشروط في النكاح ولكن أن تكون ألا تتنافى مع مقتضى العقد تتنافى مع مقتضى العقد كأنها اشترتت ألا يطاقها ده تنافى اشترط ألا يطاقها اشترط عليها ألا ينفق عليها ده تنافى مع مقتضى ذلك العقد يبقى عقد النكاح ده من أجل استمتاع رجل المرأة طب لو اشترط عليه عدم الوطن يبقى نقول لا ده تنافى مع مقتضى العقد يبقى الشرط عشان يعتبر يبقى شرط يعتبر من جات الشرع وأي شرط يتنافى مع مقتضى العقد فده شرط يبقى مرضود قال باب الشروط في النكاح وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط يعني هذه الشروط طالما كانت شروط معتبرة يبقى على ذلك نتعرف على حقوقنا كحال المرأة لو اشترطت على زوجها ألا تغيادر هذه البلدة يبقى مرأة كذا زوجت بس يطلب شرط إن بتسكن في مكان معين وارتضى ذلك الشرط إبقى ليس له أن يخرج المرأة من هذا المكان إلا بإذنها إبقى هذا شرط يعتبر شرط يعتبر اختار السكن معينة ورضي الزوج بذلك ورضي الزوج بذلك إبقى هذا شرط شرط دائلة تنافى مع العقل أولا المرأة ترحل مع زوجها في أي مكان ده كلام صحيح ولكن هي اشترط عليها ذا الأمر ألا يخرجها من بلدتها ألا يعني يكون السكن في مكان موضع محدد كده فهو ارتضى بذلك إبقى هذا شرط يفي بذلك الشرط قال المسور بن مخرم رضي العنوه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصارتي في أحسن فقال حدثني فصدقني وعدني فوفني إبقى الوفاء بالشروط التي اشترطها الزوج على نفسه طالما لم يكن شرطا يخالف مختضى العقل وكذلك قال عقبى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروط إبقى دي الشروط ده هي يعني ننتبه مش مجرد هو خلاص بنى بها دي المرأة فيقوم بنقد هذه الشروط لا إبقى الشروط ده هي هذا من حق المرأة إبقى هو اشترط عليه إبقى اشترط على نفسه وشرط لا تنافى مع مقتضى العقل فلابد أن يفي بذلك الشرط لابد أن يفي بذلك الشرط إبقى الشروط في النكاح تعتبر الشروط في النكاح تعتبر إبقى لو امرأة اشترطت على زوجها ألا تزوج عليها ألا تزوج عليها أل يطرد حقيقة من الشروط المعتبرة ألا دي شروط مرضودة جانب العلماء قالوا أنها من الشروط المعتبرة لأن هذا حق الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة فانكيحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع ولكن لما اشترط عليه هو أسقط هذا الحق الذي له يبقى يطرد لما اشترط عليه كذا أنه لا يتزوج عليها الشرط دي يبقى شرط باطل ولا شرط يتم العمل خلاله يبقى لما اشترط عليه اشترطت في مسألة له فيها حق وهو كأنه أسقط ذلك الحق الذي له فرضي بهذا الشرط هذا قول جانب من العلماء هذا قول جانب من العلماء أن الشرط دي سيعتبر لأنه هذا حقه وهو أسقط ذلك الحق ورضي بالشرط الذي اشترطه تلك المرأة ثم ذكر باب التالي باب الشروط التي لا يتحل في النكاح مش كل شرط سيعتبر احنا مر علينا في مسألة الشروط وأن أهل بريرة لما اشترطوا أن يكون الأن والولاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أشتريها ثم أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق إشتريها ثم أعتقيها إنما الولاء لمن أعتق يبقى هم اشترضوا شرط هذا شرط باطل هذا شرط ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده شرط باطل لا يعتبر يبقى الشارع يبقى سمى شروطا وأخرى قال هذه ليست بشروط حتى لو كان شرط بين الناس لكن لا يعتبر لأن الشارع قد أبطل أمثال هذه الشروط منها أيضا قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح وقال ابن مسعود رضي عنه لا تشترط المرأة طلاقة أختها يبقى لو اشترت هذا الأمر يبقى ذا شرط باطل شرط لا يتم العمل من خلاله يبقى امرأة كده قالت لهذا الزوج تزوجها بشرط أن يطلق الأولى مثلا أن يطلق الأولى فعلى ذلك يبقى هذا شرط هذا شرط باطل شرط لا يعتبر هذا شرط لا يعتبر لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاقة أختها ذكر أيضا رواية عن أبي وريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تسأل طلاقة أختها تستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها يبقى ده شرط لا يعتبر يبقى ده شرط يبقى الشارع أبطل ذلك الشرط لا تشترط المرأة طلاقة أختها إن اشترطت الشرط تأثم يبقى فيه إثم أساسا وده شرط لا يتم العمل من خلال شرط باطل شرط باطل ولذلك قال هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل امرأة تسأل طلاقة أختها عايز يتزوجها بس بشرط جدا أنه يطلق الأولى لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها يبقى ظنها كده عشان حتستمتع به في جميع الأوقات في جميع الأوقات لا يعني ليس لها منه إلا ما قدر الله تبارك وتعالى ودي مسألة في القدر يعني هذه مسألة في القدر يبقى على ذلك فإنما لها ما قدر لها يعني ما تظنش كده زي الرجل كده لما يظن لما يجيب عدد قليل من الأولاد يبقى على ذلك الأولاد حيأخذوا أكثر مما يستحقون لو أنجب أكثر من ذلك نقول لا إنما لهم ما قدر أو ما قدر لهم ربنا قدروا له لأن دي ما قدر خلاق كده ويتمتع قبل خلق السماة وأرض خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة فهو يجيب ولد واحد أو عيلين وبالتالي عشان لو جاب أكثر من ذلك يبقى لا يتحمل الراتب أن يعيش أولا أولاد في عيشة كما يقول كريمة فعلى ذلك ترى إلة الأولاد يبقى الرزق يزداد لا دواء الولد يأتي ومعه ذلك الرزق الذي يقدر له فعدم إنجاب الأولاد أكثر مش هيزود في أرزاق أولا ده رزق مقدر لو أنا أفهم المسألة جدا ده رزق مقدر قبل ما ينجب هذا الولد رزقه مكتوب في السماة وفي السماة برزقكم وما توعدون وبالتالي الرزق ده مقدر إمتى يبقى هذه أيضا من الأرزاقة التي قدرت لما كتبت مقادير الخلاق في سنوات الأرض وهذه الكتابة تمت قبل خلق سنوات خمسين ألف سنة يبقى فلان ده حيتزوج ده قبل ما يبقى يكون على ظهر الأرض ورزقه مكتوب وأجله مكتوب في اللوحة المحفوظ فحيجيب ولد أكثر يبقى على ذلك نقول كل ولد له رزقه المقدر والمحدد يبقى عدم الإنجاب يبقى ليس معنى ذلك حيزاد في رزق هذا الولد أو في رزق الولدين أو غير ذلك لا هذا رزق مقدر لو جاب عشر أولاد كل له رزقه يبقى كله ده رزقه ده كل إنسان اللي رزقه الرزقه ده مقدر ومكتوب في اللوحة المحفوظ في قبل خلق سنوات الأرض خمسين ألف سنة وكذلك أيضا يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصل كجنيف بطل أمي بيستكمل أربع شهور فعلى ذلك بيكتب يؤمر الملك بكتابة أربع كلمات منها أجله ومنها رزقه يبقى دي الكتابة هو جنيف بطل أمي دي لا تختلف يبقى دي الكتابة التي يقوم الملك بكتابتها يكتب الرزق ذلك هذا ليس جنيف وكذلك هذا الرزق مكتوب في اللوحة المحفوظ في اللوحة المحفوظ لذلك يبقى ترى هل يزاد في الرزق؟ لا يزاد في الرزق اللي بيزود الرزق فقط هو صلاة الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في عمر الإنسان ويزيد أيضا في رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما ينجب أولاد أقل يبقى نقول رزق الأولاد ده حيز دان؟ لا ده رزق مقدر فكذلك هي لما تسأل طلاق أختها هل معنى ذلك يبقى حتأخذ أكثر مما قدر الله عز وجلها؟ لا لا تأخذ إلا بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى له وأن أراد العجلة يعني كما قال لنا الرب ربا سبحانه من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني الإنسان لطلب الدنيا هل هيحصل على الدنيا كما يريد؟ لا ده لن يعطى من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله تعالى له من كان يريد العجلة عددنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني كل برضا يبقى بتقدير الرب سبحانه وتعالى لو أبدأ الرغبة في الدنيا وأبدأ الزهد في الآخرة هل كده ترى هتوسع عليه الدنيا لن يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدر الله تعالى له لذلك قال لتستفر صحفتها فإنما لها ما قدر لها مش هتاخد أكتر من رزقها يعني مش هتاخد غير الذي قدر لها وده أساسا مكتوب في اللوحة المحفوظ قبل خلق سنة الأرض خمسين ألف سنة وهذا من علم الله سبحانه وتعالى الأزلي ولذلك الشرع قال لا يحل مرأتي تسأل طلاق أختها يعني كده ما لها معنى يعني زي ما مر علينا كده أم حبيبة رضي الله عنها قامت بعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم أحب من يشركها في ذلك الخير أختها كما قالت يعني لما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتزوج فقامت بعرض أختها ليه بتقوم بعرض أختها أن تكونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش حد هي يعني تتمنى أن يشركها في ذلك الخير إلا أختها تتمنى إلا الخير فلذلك قال تسأل طلاق أختها يبقى هنا لخوة المعتبرة طبعا لخوة الدين يعني خوة الدين مش خوة النساء لأنها جزء جمع بين أختين كما هو معلوم يعني أو أن تجمع بين أختين إلا ما قال سلف دي من المحرمات يعني كما بير ربنا سبحانه وتعالى فطلاق أختها بذكرها كده ذكرها ندي أختك في الإسلام كيف تتمنى لها يعني التعاسى كيف تتمنى لها الشقاء كيف تتمنى لها أن تكون بلا زوج يعني بلا زوج دي من المحرمات دي من المحرمات يؤثر في المجتمع فلذلك قال لا يحل المرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها ثم ذكر الباب التالي باب الصفرة للمتزوج رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أثر الصفرة دي فيه تغير يبقى عبد الرحمن بن عوف طبعا لما هاجر إلى المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه أكثر الأنصاري مالا أكثر الأنصاري مالا وعرض كده أن يعني يقوم بقسمة هذا المال إلى شطرين شطر هو يمسيكون لنفسه وشطر أيضا يدفعه إلى عبد الرحمن بن عبد كانت أخوة فعلا أخوة دي مش كلام فقط أخوة دي مش كلام لكن الأخوة دي لها فعال لها فعال فالواحد لما تخيل يعني هذا الأمر يعني إحنا بنقرأ الرواية كده وتمر علينا يعني لما تقف وتتصور الأمر يعني هل ممكن أنت تضحي بشطر ذلك المال وده كان من أغنى الأنصار رضي الله عنه كانوا أكثر أنصاري مالا يعني لك أنت تتخيل ما معه من أول يقوم بقسمة هذا المال إلى شطرين شطر يمسيكون لنفسه وشطر يدفعه إلى عبد الرحمن بنعوه نقول له الله يساعد يعني هشم نعم مساعدة ولكن كيف تكون المساعدة كيف تكون المساعدة ده ممكن يكون يعني بأقل من خمس المال طالما ده مال كثير يقول لك ياكف أن أنا أديله أدي كده والمال لو أحد يعطي ده يعني لا يسوي شيئا لو نصب إلى ما عنده من مال لكن ده شطر المال يعني شطر المال يدي له أخوة ده الإيمان يعني كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب سعد بن الربيع رضي الله عنه يعني أراد أن يبقى ده أخوة إيمانية خلاص يعني يتأثر نصف المال وكان ليه زوجتين ينظر إلى أحد الزوجتين وأعجب زوجتين إليه يقوم بتطلقها حتى إذا انقضت العدة تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال بارك الله لك في مالك وفي أهلك ودي بيان أيضا لعفة المسلم المسلم عفيف نقول ده هو هاجر من مكة للمدينة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجل مالي أساسا يعني رجل مالي ولكن كل ده تركوه في مكة وهاجروا بأنفسهم إلى المدينة والتاني عرر عليه لكن عفة المسلم يعني عفة المسلم فقال دلوني على السوق دلاني على السوق رجل تاجر وبالتالي هيعمل بحرفته ومهنته وصاحب الحرفة والمينة غني يعني صاحب لأن الحرفة دي والمينة تمنعه من سؤال الناس تمنعه من سؤال هو غني بمهنته بحرفته فالغنى ده مش معناه هو أن يحوز الإنسان على مال ولكن عنده حرفة ومينة وبالتالي يأكل من خلالها ويبقى بالعوز والحاجة تطفى عنه عن طريق استعمال هذه المينة أو تلك الحرفة فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيه أثر صفرة فقال له ما هي إيه الحال إيه التغير فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زنة نوات من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه قال أولم ولو بشاه يبقى الوليمة وليمة العرص وليمة العرص أولم ولو بشاه يعني كأن أدنى ما يقدم كوليمة لا أولم ولو بشاه يبقى ذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولكن يعني الوليمة تكون بأي نوع من أنواع الطعام أي نوع من أنواع الطعام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم سواء كان بالطمر أو غير ذلك لكن يطارة لازم يكون باللحم لا ليس بالحطن واللزوم أن تكون يعني باللحوم أولم ولو بشاء بأي طعام بأي طعام حتى لو كان مشروما حلوا يبدأ المشروب كده بيقدم عصائر ده بيعد زي طعام يبدأ ده الوليمة يبدأ ده طعام الوليمة فقال له أولم ولو بشاء يبدأ وليمة العرس وإذا دعي الإسان أليمة العرس فليجب كما قال النبي الوليم هذه متعددة لكن منها وليمة العرس وليمة العرس كده حضورها على الوجيب مش شرط أن يطعم منها يعني وليمة العرس الحضور لابد من أن يطعم منها لا قد يكون صائما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صائما فليصلي يبدأ لكن الإجابة إجابة لما تكون موجهة إليك دعوة خاصة ستجيب ذلك الأمر على وليمة العرص لكن يا طرى إجابة الوليبة بمعنى أن يطعم منها لا ليس الحتمة للجوم يبقى به الحضور طرى ما كان متمكنا من ذلك ولكن هناك أي عذر يمنع هذا الإنسان من أن حضور ذلك قال باب الصفرة للمتزوج وذكر هذه رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي العنو نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراغم إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم